قبل ما انتبع معاكو تاني الاحداث المختلفة اذكركم ببيان وزارة الداخلية السعودية البيان اللي تحدث عن احباط مخطط ارهابي وتخيلوا المخطط في ليلة ختم الكرآن يعني هنا بيختار توقيتا يستطيع فيه ان يستهدف اكبر عدد لكم ان تتخيلوا حجم المسبحة اللي كان يمكن انها تنجم عن هذه العملية الارهابية المتحدث باسم وزارة الداخلية قال ان قوات الامنة احبطت عملا ارهابيا كان بيستهدف امن المسجد الحرام وان فيه مجموعة ارهابية كانت متمركزة في جدة وفي مكة المكرمة وان لما ضيقوا الخناق على احد الانتحاريين كان مختبئا في منزل هذا الانتحاري فجر نفسه وده ادى الى اصابة خمسة من الوافدين الاجانب بالاضافة الى خمسة من رجال الامن وتم القبض على خمسة من المتهمين يعني من الارهابيين اللي نفذوا اللي كانوا بيخططوا لتنفيذ هذه العملية الارهابية ما فيه شك انه يعني في ليلة مبركة بهذا الشكل يتم التخطيط لعمل ارهابي تسيل فيه الدماء بحورا يعني في توقيت حساس بهذا الشكل لا يمكن ابدا ان فيه حد يتصور ان فيه بشر يعمله كده ويعمله كده كمان باسم الاسلام وفين في الحرم المكي وامتى في ليلة ختم الكرآن بهذا الشكل هتابع معاكو التفاصيل اللي يمكن الاعلان عنها